اهلا بكم مشاهدين الكرام عبر قناة الحياة الجزائرية إلى برنامج خاص في عدد اليوم سنعود إلى ملفين اثنين الأول هو في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات بالجزائر أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة ثمانية تجار مخدرات كما قامت بإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة ومعتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب هذه الكمية تقدر بـ 11 قنطار و91 كيلو جراما من الكيف المعالج في حين تم توقيف 20 تاجر مخدرات آخرين وضبط كمية هامة ومعتبرة من الأقراص المهلوسة خلال عمليات عديدة عبر مختلف النواحي العسكرية بالجزائر إذن لمناقشة هذا الموضوع وموضوع آخر سنعود فيه لاستثمارات الجزائر وللتحرك الجزائري والديبلوماسية الجزائرية في الخارج فيما يتعلق بجلب الاستثمارات نحو السوق الجزائرية والاقتصاد الوطني ولمناقشة شقي الموضوع والمحاور لبرنامج خاص لنهار اليوم نسعد باستضافة هذا المساء المحلل السياسي رضوان خليف أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا شكرا عن الاستثمار العافو أهلا بك نعود ربما مثل ما تبعت معنا في مقدمة البرنامج إلى الكمية المعتبرة التي تم حجزها اليوم من المخدرات هي جهود كبيرة تبذلها المفارز العسكرية والدرك أو على مختلف قطاعات الأمن في الجزائر تقوم ربما بمحاولة ضبط الحدود وضبط هذه المحاولات لجريمة قد تؤدي بالبلاد والعباد إلى الهلاك نعم جهود جبارة لمختلف الأسلكة الأمنية بالتنسيق للحد من هذا النسيف لهذا السموم التي تضرب المجتمع الجزائري وتهدد المجتمع الجزائري خاصة الشباب والسؤال مطروح دائما لماذا دائما الجهة الغربية من البلاد ألا وهي المغرب التي تنزف منها هذه الكميات الهائلة رغم الأعمال التي تقوم بها الأجهزة منذ عدة سنين ليس حديثة اليوم لكن لاحظنا في هذه المرة الفارطة أن هناك ضغط كبير من طرف هؤلاء المهربين لإدخال هذه السموم إلى الشباب الجزائري ألا وهي المخدرات علما أن هذه المخدرات عندها أبعاد عندها تأثير مباشر وعندها تأثير غير مباشر تأثير مباشر هو التأثير على صحة المواطنين جملة وعلى الشباب خاصة أن اليوم نرى أن هذه المخدرات ذهبت تحت المتوسطات حتى الثانوية ويعلم الجميع أن هذا النوع من المخدرات هي من الأسلحة الفتاكة التي تضرب وتدمر عقول شبابنا بغية أهداف مدروسة ومسبقة لأمور نحن نعيشها اليوم في وسط المجتمع الجزائري دائما ضرب الاستقرار الأمني للجزائر بشبابها نعم ربما لو نناقش فقط ما ورد في بيان وزارة الدفاع الوطن لنهار اليوم 11 قنطار أستاذ ربما هي كمية جد معتبرة وغير يعني متوقع أنه في يوم واحد وفي فترة قليلة ربما أربع أيام إن صح القول في أربع أيام نتحصل على كمية من 11 قنطار وعدد معتبر يعني 91 كيلو جرام من كيف المعالج هي كمية معتبرة يواصل ربما الجار الغربي محاولة بثها في المجتمع الجزائري من جهة وكذلك نحظو أنه رغم كل هذه المحاولات العمليات النوعية لجيشنا الجزائري تعكس نوعية الاحترافية في ضبط الحدود الجزائرية نعم عندنا 6 ألاف كيلومتر شريط حدودي كلهم ملتهب وفي الجهة الغربية عندنا هذا النوع من التهريب للمخدرات بكميات معتبرة هم ليست فقط أشخاص وصلت الأسلقى الأمنية إلى إثبات أنها منظمة دولية تهرب هذه المخدرات إلى الجزائر خاصة بالنظر للكمية نعم لأمرين للكمية المعتبرة لماذا؟ أولا للاستهلاك للشباب الجزائري ثانيا يريدون أن تصبح الجزائر منطقة عبور لهذه المخدرات سواء لدول إفريقية أو لدول الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط علما أن المخدرات المغربية وهذا حسب تقارير معروفة تصل حتى إلى بيجيكا يعني الشبكة متواصلة من إفريقيا اخترقت البحر الأبيض المتوسط وهذه الشبكة معلومة أن من يعمل في المخدرات يعمل كذلك في السلاح يعني شبكة خطيرة وحدودنا مهددة جزائرنا مهددة وحتى شبابنا اللي هو مركز اهتمامنا مهدد نعم أستاذ فقط أنت تكلمت على نقطة هامات تكلمت عن ضبط كذلك السلاح كان هناك كذلك ضبط من طرف مفارز الجيش الوطني معنا الآن بيان وزارة الدفاع الوطني أيضا لكمية معتبرة من الذخيرة قنابل تقليدية الصناعة كلاشينكوف بنادق الناصة يعني هذا يأتي في سياق الحديث عن أن من يتاجر في المخدرات بالفعل ممكن أن يتاجر في السلاح وهذا ليس حديث رأينا هذا كذلك في حراق اكتزيو الزوف في أوط الفارد أين كان هناك كمية معتبرة من الأسلحة خاصة منها التقليدية التي أريد استعمالها في خلق لا أمن في المنطقة إذن كل هذه المخططات هي مربوطة سياسيا لماذا؟ لأن الجزائر اليوم مستهدفة حتى يخلق اللوبي الصهيوني نقوله بعمالة نظام المخزن بؤرة التوتر في الجنوب الغربي الجزائري هذا حتى يمكنهم تصدير المرتزق الموجودين في ليبيا والجماعات الإرهابية الموجودة في ليبيا لأن اليوم بوادر الحلول للأزمة الليبية أصبحت قريبة وبالتالي هذه الجزائر التي هي آخر نقطة استقرار في المنطقة والتي حافظت كذلك على أمن واستقرار مالي يجب أن تزعزع وتكون منطقة أخرى للا استقرار يخدم مخططات جهنمية هناك ربما في فترة ماضية لو نعود للتاريخ الذي يربط الجزائر وعلاقتها مع جارتها ليبيا ألا يمكن القول بالنظر لهذه السموم التي تدخل وتعبر الحدود الجزائرية أن هذا الجار يسعى إلى بقاء الخراب في ليبيا خاصة وأن الحدود الجزائرية إقليميا مع ليبيا هي ألف الكيلومنترات ربما ينتهزها هذه الباحثون لتصدير المخدرات للجزائر ونضع بين قوسين أن الحدودنا مغلقة حاليا ماذا لو تحدثنا عن حدود كانت مفتوحة؟ هي عاملين بالنسبة لليبيا ليبيا لا استقرار تخدم محورين المحور الأول تخدم من يريد الاستولاء على طروات ليبيا ثانيا تخدم من يريد إضعاف وإحباط الجيش الوطني الشعبي بإلهائه ونخر كل ما يمتلكه من عداد وسلاح في الجهة الشرقية ألا وهي ليبيا وتمدد المخطط ولكن لم ينجح تمدد الخطط إلى تونس ولكن كانت مؤسسات الأمنية بالمرصاد الجزائرية أن قدمت يد معاونة كبيرة دون التدخل في الشؤون الداخلية للدولة التونسية في منع الإرهاب وهذه المرتزقة إلى الزحف إلى تونس إذن ستلاف شريط حدودي بغي منه هو إضعاف وإنهاك الجيش الوطني الشعبي لتطبيق مؤامرات أخرى علما أن الشعب الجزائري اليوم يربطه رابط قوي مع الجيش الوطني الشعبي وأن الجيش الوطني الشعبي هو من حمى الحراك من حمى سيادة الشعب الجزائري نعم إذن اليوم هذا الرابط القوي سيضرب من جهتين بتسميع عقول الشباب الجزائري بما يسمى بها حروب الجيل الرابع والخامس وخرائط الإدراك ومن جهة أخرى إضعاف هذه المؤسسة الأمنية الجيش الوطني الشعبي بخلق أزمات وتوترات على الشريط الحدودي يعني بالحديث عن الحراك أنت ذكرت نقطة تتعلق دائما ربطها بالجيش نذكر فقط أن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون كان قد أعلن هذا اليوم يوما وطنيا للتلاحم بين الشعبي وجيشه ما مدى ربما قدوسية هذه التسمية بالنظر إلى التحديات التي تعيشها الجزائر حاليا قدوسية تاريخية قدوسية تاريخية لأن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش تحرير الوطني وبالتالي مكونة الجيش الوطني الشعبي وجيش التحرير هي الشعب الجزائري واحتياطي الجيش الوطني الشعبي هو المواطن والمواطن الجزائري والرابط القوي بين الشعب والجيش هو الوطن الجيش الوطني الشعبي لهذا تاريخيا الرابط بين الجيش والشعب كان قوي وبعيدا كذلك عن المسألة الأمنية هناك الجانب التضامني للجيش الوطني الشعبي ووقوفه إلى جانب الشعب الجزائري في كل المحن أي كانت طبيعية حرائق أو فيضانات كان دائما أفراد الجيش الوطني الشعبي بقيادته واقفين على الشعب الجزائري في كل المحن نرجع الآن لنقطة المخدرات التي بالتقريب أسبوعيا نتلقى ونحن كوسائل إعلام بيانات عن نشاطات وزارة الدفاع الوطني وكذلك العمليات الاحترافية التي يقوم بها جيشنا في التصدي لهذه الآفة والجريمة المنظمة بشكل عام دعنا الآن نتكلم عن نقطة أخرى المغرب كشفت بيانات ودراسات وحتى محللين سياسيين عبر عديد وسائل الإعلام أنه أصبح بلدا مصدرا للمخدرات نحو العالم سواء نحو أوروبا ونحو الجزائر هل هذا يعود أستاذة ردوان خليف إلى كون المغرب يقوم بزراعة هذه الأفة على أراضيه ومقنن زراعتها بشكل عادي في الجزائر تقول المخدرات أمر مخيف لكن في المغرب ربما يكون مزرع في حديقة منزل والنظام الملكي حلل وقنن زراع المخدرات لأغراض داخلية وأغراض خارجية وأغراض مالية لأغراض داخلية لأنه هو مخدر هو بالدرجة الأولى مخدر للشعب المغربي الشقيق والذي طفطن لهذا ورأينا اليوم احتجاجات تغيير شعارات الجلالة لله تغيير نظام الحكم ونعرج لك فقط في قوسين هذا المطالب للشعب المغربي بتغيير نظام الحكم هو ما دفع بالدرجة الأولى نظام المخزن إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني هو ضمان انتقال الحكم إلى العهل الجديد مقابل تقديم عمالة وخدمات في المنطقة وإعطاء منطقة حتى يثبت الكيان الصهيوني ثكنة غير معلنة عنها في الجهة الجنوبية لتطبيق مخططات تهم الجزائر لكن هل المواطن المغربي ربما على دراية بكل هذه النقاط التي تعرضت لها؟ أكمل لك فقط الجانب المالي الجانب المالي هي تمثل عائد كبير بالنسبة للنظام الملاكي ونظام المخزن عائد مالي كبير ويمول كذلك لوبي المتاجرة بالأسلحة الذي يمتد إلى إفريقيا يمتد إلى ليبيا يمتد حتى إلى دول أخرى قل نحت لبجيكا إذن المخدرات هذه هي عملة مربحة ليس فقط ذو وجهين ذو ثلاث وجوه والتي هي؟ نعم والتي هي المال تقدير الشعب وكذلك المتاجرة في السيلة لكن المؤسسة الأمنية الجزائرية وهذا فخر لنا أن نقول هذا تستبق دين من الأحداث استبقنا أحداث حداش سبطوم في أمريكا هذا الشيء موجود تجربتنا في المأساة العشرية السوداء اليوم تدرس في الجامعات في البلدان الكبرى نعم إذن لا يجب الاستهانة بالمؤسسة الأمنية الجزائرية ونعود لك ذلك اليوم هذه المخدرات التي يراد بها أن تدخل بكثافة إلى الجزائر لضرب الشباب الجزائري لماذا؟ حتى نسمم لهم عقولهم ونهدر لهم علاقاتهم قدراتهم عفوا حتى بعد ذلك أن نرسم في أذهانهم خرائط إدراك مزيفة بمعلومات مزيفة بغية إحداث تصادم بين الشعب والمؤسسات السيادية في الدولة وبالدرجة الأولى الجيش الوطني الشعبي إذن الأهداف بعيدة المادة لأن هذه المخططات هي متعددة الذخيرة وتختار الذخيرة حسب الهدف لكن رغم كل ما قيل وما يقال بقى دائما شعارات الشعب الجزائري دائما مساندة للجيش كمؤسسة وكأفراد لأنه بالنهاية الجيش الوطني الشعبي هو مكون من ابناء الشعب ومن إطارات الشعب الجزائري لا توجد عائلة لا تمتلك ابن أو أخ أو اليوم دعني أقول امرأة في الجيش الوطني الشعبي بالفعل على مختلف المستويات سواء في المستوى الثاكنة أو في المستوى القيادة والمخطط الإرهابي في العشرية السوداء الذي أريد به أن يكسر هذا الرابط ويشكك بين الشعب والمؤسسة العسكرية أن هذا الوقت كانت هناك شعارات آتية من فرنسا نقولها من يقتل من لكن العكس حدث أن الرابط القوي بين الشعب وبين المؤسسة بين الجيش أصبح قوي فقوي فقوي إذن من يراهن على كسر هذا الرابط بين الشعب والجيش مراهنة مراهنة فاشلة بالفعل دعنا نتحدث الآن ربما عن عصرنة المؤسسة العسكرية لقطاعها والأمر الذي يساهم بشكل مباشر في حماية حدود الوطن في تقديم الرؤية الحقيقية للواقع لأفراد الجيش الوطني الشعبي وبالتالي هذا ينعكس بصفة مباشرة على النتائج المحققة في الميدان النتائج موجودة نحن لا نرمي بالأظهر لأي كان لكن يجب أن نعترف أن اليوم مؤسسة الجيش الوطني الشعبي أصبحت تتسم بالاحترافية أولا وخاصة أن الدولة وضعت الإمكانيات في أجهزة بعيدا عن السلاح الأجهزة التكنولوجية الحديثة الموجودة وحتى نحن على مستوى الجيش هم الآن أصبحوا يطورون بعض الأجهزة ومفخارتنا اليوم هي مدرسة أشبال الأمة أحسن دليل اللبينة الأولى اللبينة الأولى خيرة الشباب بمعدلات في النجاح فائقة بتربية وحسن السلوك منضب إذن هذا ما يخيف نحن فلربما المواطن العادي الجزائري لا يعطي قيمة لهذه الأشياء لكن المتربسين بالجزائر يأخذون كل تفصيل بأهمية ودقة ويضعون له مخطط لهدمه بعد عشر سنين بعد عشرين سنة يعني هي مخططات قصيرة المدى متوسطة المدى وطويلة المدى ما مدى استفادة النظام المغربي من بث سمومه علما أن الشاب لما يتناول هذه المخدرات الجريمة ستكون أكبر بكثير من لحظة النشوة التي قد يعيشها هذا الشاب ولا يهمه الوقوع في الجنحة أو في الجريمة هو يهمه تخدير هذا الشاب إدمان إدمان على هذا المدى هو السر الإدمان على هذا المدى هو السر وبتالي سيبقى هذا الشاب متعلق بهذا المدى ولن ينتبه ولن يتفطن لما يجرى ويحاك فيما يخص مستقبله من طرف النظام الحاكم هذا هو المشكل لكن الحمد لله اليمرأة بفضل الوعي أن انتشرت انتشرت الاحتجاجات التي كانت ممركزة في منطقة الريف ذهبت إلى الدخلة ذهبت إلى عدة مناطق حتى أصبحت مخيفة وفي هذا كذلك الكثير من الأبواق تقول أن الجزائر لها يدفها ونحن نحلم أن الجزائر لا دخل لها في ذلك لأن الشعب المغربي يبقى شقيق أنت تكلمت عن الدخلة ونقول أنه مخاوف كبيرة قام بها النظام المغربي للتغطية دائما عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يعني مش ممكن أنه تقوم بتخدير شعبك لكن في المقابل هناك شعب أعزل يعاني منذ سنوات ويطالب بحريته هذا أمر يعني فصلت فيه الأمم المتحدة والقضية هناك الجزائر لا دخل لها في الموضوع تقارير لأنظمة عالمية وأمريكية التي يعتبرها النظام المغزن حاليف تقر بانتهاكات خطيرة لنظام المغزن في حق الشعب الصحراوي ومنها الناشطة السلطان أخية التي وصل بهم الحد إلى التصفية محاولة التصفية محاولة التصفية عفوا ومن هو السند الأول لهذه لهذه القضية هو الجزائر لكن يعلم الجميع أن القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية هي قضية شعوب عربية قبل أن تكون قضية حكومات رسمية يعني اليوم الشعب الجزائري مساند للدولة الجزائرية لتصريحة رئيس الجمهورية التي كانت واضحة لا لها ولا للتطبيع وهذا والشيء لأخاف أكثر لماذا وحتى قضية الصحراء الغربية كان فاصل فيها أنه لا نقاش قضية الصحراء الغربية مفصول فيها وليس بالملف الجزائر وما أخافهم أكثر من ذلك أنه ستقام دورة جميع الدول العربية في قادم الأيام بالجزائر محيط شهر مارس ومحورها الأساسي القضية الفلسطينية نعم هي القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية وإرجاع سوريا إلى طاولة جميع الدول العربية إذن هذه الجزائر التي اليوم أصبح لها دور محوري في المنطقة بالمفهوم الواسع أصبحت تشكل خطر على كل مخططات اللوبيات السهيونية ولوبيات دول أخرى التي تعيد تموقعها في المنطقة جميل إذن كل هذا مدروس وكل هذا مقنن ومخطط له نعم نوصل نقاشنا سيد محلل السياسي ردوان خليف خلينا فقط نروح فاصل قصير ثم نعود مشاهدين الكرام إلى استكمال برنامج خاص لنهار اليوم ابقوا على قناة الحياة لنعود لكم بعد قليل أهلا بكم من جديد مشاهدنا في برنامج خاص لمن التحق بين اللحظة كنا نتحدث منذ قليل مع ضيفنا في البلاتو المحلل السياسي ردوان خليف نرحب بك من جديد حدثنا عن نقاط عديدة أهمها محاولة إدخال كميات كبيرة من الجهة الغربية للجزائر تحدثنا عن كمية تعادل 11 قنطار و91 كيلوغرام من الكيف المعالج هذه الكميات التي تسعى يسعى المهربون لكي لا نشخص المهربون وشبكات التهريب إلى إدخالها إلى الجزائر يعني لو تحدثنا أنه الجانب المغربي يسعى إلى تخدير شبابه وشعبه الجانب الجزائري ما ذنبه لتصله هذه الكميات رغم الصد وجدار الصد المنيع من جيشنا الوطني إذا رأينا عاملين ونعملهم في محيط واحد العامل الأول هو إدخال كميات كبيرة ومعتبرة من المخدرات إلى الجزائر ونضع معها 97 موقع إلكتروني يعمل بترويز لفيك نيوز وكل ما يتبع ذلك ولمخططات لهدم العلاقة بين هذا الشاب الجزائري والمؤسسات السيادية نفهم أن المرحلة الأولى هي تخدير هذا العقل والمرحلة الثانية هي أنجيكتي نحطوله الزرع في عقول هذا الشباب معلومة مغلوطة حتى يصبح بمثابة حزام ناسف ضد الوطن نعم وبعد أن يفقد الأمل بعدها بالإمكان أنه يقوم بأي شيء نتمنى فقط أن يكون الشباب الجزائري واعي بالمخاطر المحدقة ببلاده وبما يحدث في الإقليم لأن الجزائر في وقت معين أصبحت بمثابة البلد المتواجد على فوهة البركان عندنا من جهة ليبيا والزعزع المستمرة فيها نتمنى وأنهم يصلون ربما إلى بر الأمان عبر المسار الانتخابي في البلد مثل ما حصل في الجزائر وعرفنا يعني استقرار بعد حرك شعبي دام لفترة والآن يعني الجزائر قيد البناء وقيد التوجه نحو الجزائر جديدة الشعب الجزائري واعي النخبة واعية والشباب الجزائري بمختلف مستوياته تعليمية واعي في الداخل وفي الخارج الجالية الجزائرية كذلك في الخارج تلعب بدور كبير الجالية الجزائرية في الخارج أصبحت ترهب بالسلطات الفرنسية حتى لو يكون هناك مقابلة كرة قدم لما يتعلق الأمر بالجزائر الوطنية فوق كل شيء ويسقط كل شيء حتى الشباب الجزائري الذي أتهم في عدة مرات من طرف وزائل العالمية الخارجية أنه شاب مشاغب أنه يحدث الفوضى رأينا في حراك السلمي الذي دام أكثر من عام أنه بقي سلميا دون فوضى وفي احترام كبير لمختلف الأشخاص ومختلف سواء كان ذكر أو أنثى أو كان مسن أو كان شاب آخر إذن الشباب الجزائري أعطى درس قوي لكل شعوب العالم فيما يخص المواطنة وخاصة تدخل السيد ردوان خليف يتزامن مع ذكرى الحراك واليوم الوطني لتلحم الشعب مع جيشه تحدثنا منذ قليل وفي الجزء الأول من برنامج خاص لهذا المساء عن نقطة مهمة وهي تلك المواقع الإلكترونية يعني لم يكفي التعدي عبر وسائل الإعلام عبر ضخ ربما الكيان الصهيوني في الجوار الجزائري وصلنا الآن إلى الحرب الإلكترونية نلاحظ ربما حتى أنت أو أنا أو المشاهد الكريم نلاحظ حتى أن الصفحات الجزائرية الإعلامية في التعليقات منشور يتحدث عن شباب الوزداد أو على أي موضوع عادي خص الواقع الجزائري نلاحظ فيه عشرات أو ما نحبش نحدد العدد من التعليقات القادمة من أماكن لا نعرفها وبعض الحالات لما تتوجه للبروفايل المعين تلقى من الجارة الغربية يعني ما سبب كل هذا لما قلت لك أنه هناك مراحل في المخطط وكل شيء مدروس ذهبوا إلى أبعد اليوم إلى أبعد من المواقع الإلكترونية ذهبوا إلى الإعلام الثاقية للسمع البصاري بالمسلسل الذي بث في قناة RT مؤخرا منذ أيام نية مبيتة لأنه بث عشية ذكرى 22 للحراك للحراك إذن كما قلت المخططات الفتاكة نرجع فقط لنقطة البرنامج برنامج هذا صور الجزائر أنها بلد دموي ولا يعرف ضوء يعني ما فيش ولا وجه من أوجه الشمس أو الحرية وهذا يعني البلد الجزائر في كل مسلسل أن الجنيرالات هي التي تحكم نظام عسكري ما وش نظام مدني قمع الحريات الفساد ولماذا؟ للتشكيك في هذا المواطن الذي سيشوف في هذا السلسيل أنه ما سمعه استباقيا في وسائل التواصل الاجتماعي مؤكد عن طريق الصور وهذا بغية إحداث تصادم بين الشباب الجزائري والمؤسسة السيادية منها الجيش الوطني الشعبي كما قلنا نعطيك إحصائيات في فرنسا في فرنسا شهداء من طرف سبعمائة ألف شخص على ستين مليون مواطن ثلاثة بالمئة في الجزائر كانت النسبة أكثر وأكبر إذن كان موجه للمجتمع الجزائري بنية مبيتة وهذا الشيء اليوم ما شح يحبس رح يزيد لأن اليوم الجزائر دولة حكومة شعبا وجيشا تمشي بوتيرة متسارعة وخطى ثابتة لإعادة اكتساح الساحة السياسية والساحة الاقتصادية وما هو الدور الذي تكفله المرحلة الراهنة للمواطن الجزائري والمؤسسة الدولة للتصدي لهذه المحاولات يعني فيلم مثل هذا قد يزرع ربما لا نقول حزن لكن يتأسف لواحد لما يشوف مسلسل يبث أشياء خاطئة وكمسلسل نتذكر لو ما تخنيش ذاكرة كان فيه تقريبا عشر حلقات لكن بثت في فترة واحد عشر المخرج يقول لي أربعة أنا لم أتابع التقرير بث الحلقة الأولى يوم الخامس بالنسبة لي ليس بالأمر المهم أنا نعرف البلد كيف يسير ونعرف بلدي من مرجعش قلبي بالدرجة تفضل أستاذ أولا الشعب كشعب واعي والحمد لله النخبة معتبرة في أوساط الشعب الجزائري ثالثا هذه حرب إعلامية والشعب الجزائري تعود عليها في كل مرة غياب الرئيس يخرجون ناشي الحراك يخرجون ناشي في وقت القيادة العسكرية يخرجون ناشي حتى هناك من بعض الجزائري اللي تحدثت عليهم رئيس الجمهورية من الخارج ساهموا كانوا ربما مساهمين في هذا التسويق مثل هكذا معلومات للأسف واحد جزائري من وراء البحار يساهم في تدمير بلده هذا الأمر أيضا خطير جدا نجيك له لكن نقول لك فقط نحن الجيل تعنا نحن حضرنا على حرب العراق وكيف ضبرت المكيدة للدخول إلى العراق بمعلومات مغلوطة من البندقون الأمريكي حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق ورأينا فيما بعد باسم الأقليات وباسم الديانات وكل ما يتبع هذا المخططات كيف دخل هذا الغراباء إلى العراق إلى سوريا إلى ليبيا كيف دماروها كيف طهروا شعبها كيف نهبو ثرواتها إذن نحن اليوم رأنا وعيين لكن المشكل والخطر هو على الجيل القادم على الجيل الصاعد الذي نحن نعتبر أننا آخر همزة وصل بين الماضي والمستقبل هذا الشباب لأنه اليوم كما يعرف المواطن الماضي الجزائري أن تربيتنا لأولادنا في عالم افتراضي رأنا نربيناهم بالتكنولوجيا بواقع التواصل الاجتماعي وضعناهم من نوعا ما فريسة لهذا المخططات المضبرة إذن علينا اليوم نتبع ما قالها رئيس الجمهورية الذهب إلى صناعة سنين المغتغرافية قوية وذو نوعية وجودة حتى تكون كذير أحواقي تكون كتلقيح للشباب التي نرح قادم تعتمد التاريخ تعتمد المقومات وبالتالي ستكون بمثابة سد مانيع على هذا السموم التي تريد ضرب وحتى في محاولة لعانة الشعب الجزائري تحدثنا في برنامج خاص ليوم أمس كان ضيفنا ربما تابعت الحصة كان ضيفنا مدير الوكرة الوطنية لتشغيل عن منحة لخصها رئيس الجمهورية للشباب الجزائري يعني في وقت تسعى كل الأطراف لتدمير هذا الشاب وخلق الشك والريب في نفسه تحاول الجزائر باستمرار الوقوف في وجه هؤلاء ومحاولة إقناع الشاب الجزائري بأن يضع اليد في اليد ونظامه وسلطته ومؤسسة الدولة خاصة في الوقت الحالي الذي يعرف ربما تزعزع في كل المستويات العالمية والإقليمية تأتي هذه المنحة في وضع اقتصادي صعب بالنسبة للجزائر يعني يجب وضع خطين تحت هذا من جهة أخرى الدولة الجزائرية والعصار الجمهورية تسعى إلى الحفاظ على القدرة الشرائية على بقاء الدعم الاجتماعي على بقاء الجانب الإنساني والتضامني لكل مخططات الدولة وأعمال الحكومة هذا شيء مهم جدا والشعب الجزائري يحس به بالفعل دعنا الآن أستاذ داردوان خليف نعود إلى الشق الثاني من النقاش تحدثنا مشاهدين في مقدمة البرنامج أن يكون عندنا تعريج على الحراك الدبلوماسي للجزائر على محور الجزائر قطر لجوزائر الكويت في الثلاث أيام الماضية ما هي قراءتك في هذه الخرجات التي قام بها رئيس الجمهورية في هذا التوقيت بالذات التكالب على الجزائر يجيب على السؤال حركة دبلوماسية لرئيس الجمهورية شخصيا مدة أربع أيام أظن بين قطر والكويت إلى قطر إلى الكويت استبقتها إلى مصر إذن الجميع يفهم ويرأى أن هناك قضايا حاسمة تتطلب أن يذهب رئيس الجمهورية شخصيا في جولة دبلوماسية أقول جولة مكوكية في ظرف هذا الوقت للضبط الأعراء الأجندات والأجندات والملفات علما أن جمع الدول العربية ستكون في بضعة أيام في الجزائر هل نربط مباشرة زيارات الرئيس بتنظيم الجمع العربية وربما لأن المخرجات تفضل لأن المخرجات هم مخرجات هم وهي القضية الفلسطينية كما قلنا قضية على الشقسية القضية الصحراوية الرهانات والتحديات الإقليمية ملف سوريا ملف ليبيا ملف العراق عودة سوريا لمقعدها في الجمع العربية والقضاء بالدرجة الأولى على الخطاب المزدوج لبعض الدول العربية في الشقة الاقتصادي لزيارة رئيس الجمهورية نحو قطر أو نحو الكويت نتكلم عنها بشكل عام وتفصل ربما في مواعيد لاحقة كان هناك جانب الاستثمارات أخذ حيز كبير ورئيس الجمهورية كان واضح وسياسة الدولة اليوم واضحة أنه بعد إصلاحات إصلاح عفوا المؤسسات السياسية اللي خاذ من قصة كبيرة لمدة أكثر من عامين أو ما يقارب بالعامين بعد إنهاء هذا الصرح المؤسساتي السياسي ذهبنا إلى الوراشات الاقتصادية وأقرر رئيس الجمهورية أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز لولا الإصلاحات السياسية ما كنا نستطيع أن نذهب إلى النمو الاقتصادي والسياسة أو سياسة إعادة بحث وإقلاع الاقتصاد الجزائري لماذا؟ لأن المؤسسات منها البرلمان بغرفتين هي التي ستشرع القوانين التي ستنظم هذا الاقتصاد وكذلك هذه المؤسسات البرلمانية هي من ستصلح القوانين العرجاء التي تخذت من قبل والتي أحدثتها كبح كبير في مجال الاستخدام وفي مسار التنمية أيضا نعم بماذا يمكن أن نبدأوا بالجانب القطري لأن المخرجات كانت هي الأولى في بيانها بماذا يمكن أن تعود قاطرة قطر لقاطرة الجزائر بالمنفعة الاقتصادية خاصة وأنه كان هناك تفصيل سواء في إمضاء اتفاقية توسعة منشأة الحديد والصلب في بلارة وهي شركة جزائرية قطرية في الوقت الحالي لأن الأزمة الاقتصادية هي أزمة عالمية ليست فقط على الجزائر هو شيء مميز أولا وقبل كل شيء والذي سيحدث حساسيات لكثير من الدول من الضفة الأخرى لبحر المتوسط لأنه تعاون عربي عربي محظ وبتالي الرؤى تتقطع كثير من الاستثمارات للدولة القطرية موجودة وكانت موجودة في مرحلة سابع مرت بها الجزائر وبتالي تطوير هذه العلاقات وبعثها وتوسيحها سيفتح مجال كبير للشراكة القطرية الجزائرية لاستقطاب التكنولوجيا وكذلك لتصدير المنتوجات في الشرق الأوسط كان هناك لقاء أيضا في قطر من طرف الجانب القطري عن طريق رجال الأعمال وكذلك الجانب الجزائري موثلا في رئيس الجمهورية وكذلك الوفد المرافق له تم هناك الحديث عن إنشاء شركة قطرية تسمى القابضة لدراسة كل مشاريع الاستثمار في الجزائر هي خطوة هامة لذهب نحو التجسيد وليس الكلام فقط رئيس الجمهورية عازم على تحقيق 54 تعهد الذي قام بها أثناء الحملة الانتخابية أزمة كورونا التي أصابت كل العالم وكل دول العالم كل اقتصاد العالم يعني خلتنا نوعا ما أجلت لكثير من الأمور لكن يريد رئيس الجمهورية تدارك الوضع بسرعة ولكن بخطة ثابتة رئيس الجمهورية التقى برجال أعمال القطريين وأظن أن في المرحلة القادمة سيكون رجال أعمال جزائريين من سيكملون هذه المشاورات هل لديك معلومات؟ مستثمرين جزائرين نزهاء وطنيين كذلك يريدون الخير في البلد في الداخل وفي الخارج من الجالية لأن اليوم الدولة الجزائرية كذلك تعول على أقول متعاملين اقتصاديين اليوم نتكلم على مناظلين اقتصاديين في المرحلة التي رأي فيها الجزائر وأظن أن هناك ستكون عائدات كبيرة على المواطنة والمواطنة الجزائر في الحياة اليومية إن شاء الله نتمنى ذلك هناك أيضا مشروع خط وسكة حديدية سيربط شمال الجزائر بجنوبها ويكون باستثمار قطري مباشر في إطار في إطار بعث ديناميكية التصدير إلى دول الساحل ودول إفريقية مشروع سيعطيه أكثر ديناميكية وحيوية وسرعة في التسجيل هل يمكن القول الآن أن الجزائر والسوق الجزائري مؤهل ضمنيا لاحتضان هذه المشاريع نعم نعم بطاقات بشرية كبيرة بتجربة من طرف متعملين اقتصاديين خواص وقطاع عمومي كذلك بالشاركة الخبرة موجودة الإرادة موجودة وحتى الإرادة السياسية اليوم موجودة إذن أظن أنه في مدى متوسط ستكون هناك نتائج مبهرة نعم كذلك نرجع زيادة رئيس الجمهورية إلى الكويت الكويت كان في الجانب الأول حديث عن تقارب الرؤى حول كل المسائل والقضايا العربية العربية بين الجزائر والكويت خاصة وأنه استماتت الجزائر في الدفاع عن القضية الفلسطينية تشاركها فيها الكويت بنسبة مئة بالمئة ونتابعت تصريح لرئيس الجمهورية وكانت رسالة مشفرة قال أنه من يمس الكويت ويمس القطر فهو يمس الجزائر يعني أمن القطر أمن القطريين وأمن الكويتين من أمن الجزائريين لأنهم الدولتين المقربتين من الكيان الصهيوني والمهدتتين يعني عدة محاولات شفناها في في يعني في الأعوام الماضية أين كانت هناك محاصرة اقتصادية وديبلوماسية لدولة خطر وكذلك يعني لقاء رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالكويت كانت جد أخوية وكان هناك ثناء على هذه العلاقة يعني نشعر بالقرب بين الطرفين هو رئيس الجمهورية يتسم بهذا النوع من كومبورتيمون أخوية ويعني ونتشوف حسن النية وبالتالي اليوم رئيس الجمهورية كيراح بمصالح مشتركة مصالح مشتركة للدولتين وللأمة الإسلامية والعربية والقضية الفلسطينية والقضية الصحرابية خاصة ترقية المقاربات بين الجزائر والجانب الكويتي هل تحدثت منذ قليل عن أنه ستكون هناك زيارات ربما من الجانب الجزائري قلت ربما أنت ربما أقول ربما لأننا رأينا اليوم أن هناك عدة مجالس اقتصادية أو جمعيات هي في صدد أن تكون ورأينا واحدة هي مجلس الاقتصادي مجلس تجديد الاقتصاد الوطني الكخياء الكخياء يعني كي نشوفوا كمبوزونت التحا تعطينا أمل كبير وما ننساوش أن المتعامل الاقتصادي سواء كان خاص أو عمومي لما هو ياخذ المبادرة ويمشي في مخططات استثمار استثمار وطنية يخفف الثقل على المؤسسات مؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية حتى تتفرغ لأمور أخرى لأن في السابق كانت الوزارات وما يشبه ذلك هي التي تقوم بهذا العمل لإعادة بحث الاقتصاد الجزائري بصفة ميدانية وهنا نزيد نوضع خط شيء مهم أن إشراك الجالية الجزائرية في الخارج وسياسة الدولة على رئيسة رئيسة الجمهورية في خلق الدبلوماسية الاقتصادية وكان هناك إشراك الجالية لمرافقة هذا المتعامل الاقتصاديين في مشوارهم للتغلغل والتوغل في الأسواق الدولية وحتى الرئيس وجه دعوة مباشرة على هامش لقاءه أثناء لقاءه بالجالية الجزائرية في قطر قال لهم رتبوا أنفسكم تعالوا إلى الجزائر وكل مخرجات لقاءاتكم واقتراحاتكم التي تعودوا بالخير والمصلحة الوطنية والجزائر مرحبا بها رئيسة الجمهورية يعتمد نمط الديمقراطية التشاركية والتشاركية للذهاب نحو الاقتصاد ما اسمه الاقتصاد التكامل الاقتصاد التكامل لأن الرهانات كبيرة تحديات كبيرة والتهديدات كبيرة كذلك نشكرك جزيلا شكر المحلل السياسي ردوان خليف على كل هذه النقاط بالتوفيق العفو مشاهدين اشكروا لكم طيبة المتابعة لبرنامج خاص لهذا المساء نلقاكم في مواعيد اخرى باخبار جديدة وملفات جديدة الى اللقاء وابقوا على قناة الحياة في امان الله اشتركوا في القناة